نقول لكم أن نبقى على المستوى بالنسبة لمنتخبنا الوطني كان الكاف خلاص أعلن اختياراته للأفضل واختار فعلا محمد الشناوي أفضل حارس في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من قبل الكاف وأعلن اختيار محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر كأفضل حارس في دور المجموعات في البطولة لحد دلوقتي خلونا برضو نقول لكم أرقام الدور الأول أو دور المجموعات بالنسبة لمحمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الأول لعب ثلاث ماتشوط مبارتين بشباك نظيفة أمام غينيا بيساو السودان وإناطشو لعب منتخب ناجيريا هو صاحب الهدف الوحيد في مرمى الشناوي قدر يتصدى لتمن هجمات أو تمن تصويبات كانوا على مرمى فبالتالي الأرقام اللي محققها محمد الشناوي كبيرة جدا وممكن ما كانش حد يتوقع أنه في وسط 24 منتخب من منهم منتخبنا الوطني محمد الشناوي هو الأفضل ولكن دي كلها بتكون بالأرقام والإحصائيات اتلعبت ثلاث لقاءات لكل منتخب في دور المجموعات فبالتالي إحنا شفنا محمد الشناوي قادر أنه يكون بيقدم العرض الأفضل وإن شاء الله يكون هو كمان من الأسباب دايما لنجاح منتخبنا الوطني هو حارس مرمى كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى قدم العروض الكبيرة مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر دايما حاضر في الأوقات الصعبة إن شاء الله هو كمان يكون موفق مع منتخبنا الأول بكل العبية طبعا بتكلمي عن حارس مرمى كبير جدا حارسنا طبعا العظيم محمد الشناوي اللي ماشي بشكل كويس جدا والتمنت الصديات يمكن كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا عشان كده تم اختياره من قبل كاف كأحسن حارس مرمى في دور المجموعات وإن شاء الله يكون اللي جاي كمان بيكون بيحصل على ألقاب أكتر بإذن الله في كاس الأمم الإفريقية